بعد إسقاط عضويتهم في البرلمان التركي اقتادتهم الشرطة إلى السجن وهم النائب في حزب الشعب الجمهوري أكبر أحزاب المعارضة أنس بربر أوغلو ونائبان في حزب الشعوب الديمقراطي الكردي هما ليلى جوفن وموسى فارس أجلري في خطوة اعتبرتها المعارضة تصعيداً جديداً يستهدف نواب الأحزاب المعارضة والمؤيدة للأكراد وسائل أعلام تركية كشفت عن التهم الموجهة للبرلمانيين الثلاثة وقالت أن بربر الذي سبق وأنسجن يواجه تهمة تهديد الأمن القومي لتسريبه صوراً لشاحنات المخابرات التركية أما ليلى وموسى فارس فيواجهان تهم تأييد منظمة حزب العمال الكردستاني بيكيكي المصنفة إرهابية المعارضة الغاضبة جداً اعتبرت القرارات انقلاباً من قبل حزب العدالة على برلمان تركيا ووصفت الحكومة بنظام القصر الدكتاتوري وتوعدت أحزاب أخرى بمظاهرات على غرار تلك التي اندلعت في الولايات المتحدة على خلفية مقتل جورج فلويد أما الموالون فرأوا في رفع الحصانة البرلمانية عن النواب الثلاثة تنظيفاً للبرلمان ممن وصفوهم بالإرهابيين وتتهم المعارضة حزب الحركة القومية بالوقوف وراء الحملة التي تستهدف نوابها في البرلمان حيث طالب الحزب المتحالف مع حزب أردوغان برفع الحصانة عن أكثر من 30 نائباً أغلبهم من حزب الشعوب الديمقراطي نوال عياض الحدث